التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وذلك الاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خلال عام 2022 وعرضت السفيرة نائلة جبر جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الإتجار بالبشر التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022 واستكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار رئيس الوزراء بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين وأكدت السفيرنا إلى جبر أن اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حارصت أيضا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إطلاق حملة إعلامية لمكافحة الإتجار بالبشر حيث تم إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحفهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية للتلقي الشكاوى وأوضحت أنه تم تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة الإتجار بالبشر وتنفيذ حزمة من الإجراءات تتضمن الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء والتدريبات الفنية